قالت غرفة تجارة الأردن إن أجواء أزمة فيروس كورونا ما زالت تخيم على القطاع رغم دخول موسم الشتاء واقتراب موسم أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسم أشار إلى أن محال التجزئة تبدأ في مثل هذا الوقت من السنة بعمليات التزود من تجار الجملة باحتياجاتها استعداداً لموسم الشتاء والأعياد موضحاً أن هذا النشاط تراجع لأقل مستوياته وأضف أن تجارة التجزئة لم يتزودوا بالبضائع من عدم الطلب وتراكم البضائع من مواسم السنة الحالية إلى جانب عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية وخوفهم من تراكم الشكات المرتجعة مبيناً أن هذا انعكس سلباً على المستوردين وتجار الجملة